موسيقى وجدت الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتاجيل رفع الدعم عن المحروقات في ميزانية 2020 تأيدا كبيرا من قبل خبراء ومختصين لجهة ان رفع الدعم سيشكل عبءا اضافيا على المواطنين ودعوا في هذا الصدد الى ايجاد معالجات اخرى للخروج بميزانية تحقق طموحات وامال الشعب الذي خرج على النظام السابق واسقطه بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية الخلافات الاخيرة التي برزت على السطح بين بعض قيادات قوى الحرية والتغيير ووزير مالية حكومة الفترة الانتقالية بشأن سياسات رفع الدعم عن المحروقات التي اعتزم تضمينها في موازنة العام 2020 كانت كفيلة لدفع مجلس الوزراء بتأجيل هذه الخطوة وعرض مؤتمر اقتصادي في مارس من العام المقبل ويرى مراقبون انه لا بد من وجود سياسات وطرق بديلة لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من تلك التي قد ترهق كاهل المواطنين المجتمع الدولي مسق عنا تماما في ان يساعدنا او يحاول ان يعطينا اي فرصة من دعم لكي ما نتمكن ان نعمل ميزانية في هذه المرحلة بالطريقة السليمة الحقيقة السوبة لخلت دولة انها ترفع الدعم هي ظروف التي عشها السودان مع صعوبة قربانا نرفع الدعم لانه ليس هناك وسيلة لوجود ميزانية وانا برفع الدعم نحن نقول ان الدعم رفعه في هذه المرحلة في وصعوبات على الشعب السوداني اسباب كثيرة دفعت وزير المالية والقوى العاملة دكتور ابراهيم البدوي للشروع في امر رفع الدعم عن المحروقات ثم التراجع عنه لذا يرى متابعون ان مسألة معالجة الاقتصاد الوطني يجب ان تكون عبر رؤى توافقية وبحوث يشارك فيها خبراء واقتصاديون ومن ثم السعي وراء اجراءات تقشفية ربما تدعم الاقتصاد القومي وعمليات الانتاج والاستقرار كنت اتوقع ان عندما اعلنت الدولة رفع الدعم هي احتمدت على دراسات وعلى بحوث واحتمدت على مخرجات هذا الامر لكن انا لا كنت اتوقع ان الحكومة تصدر غرار بربع الدعم وعندما ياتي احتجاج هي تعدل عن الغرار وانا اتمنى من الحكومة قبل ان تصل الى غرار رفع الدعم ان تأتي الى غرارات تغشفية نبدأ اولا بالمزئولين في الدولة بعض قيادات قوى الحرية والتغيير اشارت في وقت سابق الى ان الحكومة ووزير المالية ينفذان تعليمات صندوق النغض الدولي لمعالجة الاقتصاد السوداني من خلال تبني نظرية التكيف للحصول على قروض ومنح وحل مشكلة الديون منويحة الى ان تلك التجربة لا تتوافق مع الظروف الحالية حكومة الفترة الانتقالية بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك وجدت نفسها بين سندان معالجة الاقتصاد السوداني ومطرقة الشعب السوداني الذي لا يرحم فعليها ايجاد حلول دذرية ومرضية حتى لا تقع في الخطأ الذي وقعت فيه حكومة الانغاذ فالشاطر دائما من اتعظى من خطأ اخيه عمار حمزة لقناة طيبة الخرطو طيبة لحياة طيبة اشتركوا في القناة